في ثلاثة أشهر فقط بمطلع العام الحالي سجل العراق أكثر من 2400 حالة ابتزاز إلكتروني وغالبيتها ضد النساء في مؤشر مقلق وخطير على زيادة الابتزاز وبالتالي الانتحار ومشاكل أخرى لا يحمد عقباها آخر حالات الابتزاز غريبة وصادمة وقعت في بغداد هذه الحالة هي لرجل عراقي ابتز وهدد زوجته بفضحها ونشر صورها نعم أيعقل أن نصل إلى هذا الحد إلى هذه المرحلة إلى هذا المستوى لنتعرف على التفاصيل الزوجة قررت الخلاصة من شريك حياتها فرفعت دعوة خلع أي طالبت بطلاق خلعي إلا أن الزوج امتعض من تصرفها وغضب غضبا شديدا وقرر خداعها بطريقته على أمل أن يقنعها بالبقاء معه والعدول عن قرارها والتراجع بسحب الدعوة فابتزها وهددها بنشر صورها عبر منصات التواصل الاجتماعي طبعا هنا الزوجة لم تستسلم ولم تتردد بالاتصال على الخط الساخن 497 للشرطة المجتمعية وأخبرتهم صراحة جملة وتفصيلا بما حدث معها وبعد متابعة وترقب وإذا بالمبتز وهو الزوج يقع متلبسا وألقي القبض عليه وجرى حدث محتوى الابتزاز وتأمين حساب الضحية حالة ابتزاز الإلكتروني الثانية أيضا كشفت عنها شرطة المجتمعية لشاب ابتز زميلته في الجامعة في حادثتان منفصلتان هزت الرأي العام ومنصات السوشال ميديا لسيما أن قضية الزوج التي اطلعنا عليها الآن فكيف يجرؤ رجل على ابتزاز وفضح شريكة حياته حتى وإن انفصل عنها دعونا نتعرف الآن على ردود الأفعال والتعليقات التي جاءت على هذه الحالة الغريبة لهذا الزوج الذي حاول أن يبتز زوجته لأنها فقط أرادت الانفصال عنه والابتعاد عنه وفض الشراكة معه هنا تعليق مع سلمة تقول سلمة كرر أين الرجولة والغيرة صدوك تشذي بتبيع زوجتك غيرتك وشرفك وتبتزه والله دختي يا ناس يا عالم إش جاي يصير بالعراق هيا هاي أخلاقنا غريب هناك أيضا مداخلة من فروحة عصمان تقول فروحة زلم آخر وقت يوم عن يوم يبدعون العراقيين ما شاء الله عليهم أخي بتز أختي زوجي بتزوجته وأبي يغتصب بنته وبعد وبعد والحبل على الجرار ابتعدنا عن رب العالمين وعفنا أخلاقنا ومبادئنا وهاي هي النتيجة فلا عجب هناك أيضا مداخلة من مثنى حميد يقول مثنى الخلع ينعقد بإيجاب وقبول الطرفين أمام القاضي فلا توجد في المحاكم عمليا دعوة اسمها دعوة الخلع إنما دعوة تصديق طلاق خلعي أو دعوة إيقاع طلاق خلعي مع ملاحظة أن فحو الخلع يطلق الزوج زوجته ويطلق الزوج زوجته مقابل أن تتنازل عن حقوقها كلها أو جزءا منها أيضا مداخلة من سليم الحسناوي يقول سليم ظاهرة خطيرة ومقلقة من صدق هو من كل عقلك تبتزها وتريدها تتنازل عن الخلع لعدش قد أنت شنت مأذيها حتى رادت تخلص منك الله يستر على بناتنا هيتش قصص بالمسلسلات الهندية بس صارت بس صارت صدق بالعراق اشتركوا في القناة